يناير بهتافات تغمرها الفرحة استقبل عدد من مؤيد الرئيس الأسبق حسني مبارك الحكم النهائي ببراءته من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين يبنى ثورة الخامس والعشرين من يناير أنا بنت مبارك وكلنا كده أولاد مبارك مبارك 30 سنة أمن وأمان سلام هو السام مش متهم هو في نظرنا كلنا عفوق رأسنا مش متهم المتهم معرفين والحمد لله بيأخذوا جزائهم دلوقتي وكل واحد ظلم الرجل ده فضل الله ربنا بيجيب له حقه أما هذه السيدة فجهشت بالبكاء وطالبت بتكريم مبارك لرد الاعتبار له ولوسرته نحن هنطالب نعرف مين اللي قتل أولادنا لأن ده ما ينفعش ما ينفعش واحد ضحف 65-62 سنة من عمره في الآخر يتحط في القفص ودفع مبارك البالغ من العمر 88 عاما ببراءته طول القضية وقال إن التاريخ سيكتبه بطلا خدم بإخلاص ولوح لمؤيديه الذين كانوا وسط الصحفيين وبقية الحاضرين في قاعة المحكمة على الجانب المقابل سادت حلة من الحزن والوجوم بين عدد من النشطاء السياسيين الذين شاركوا في الثورة في ظل ما وصفوه بتلاشي حلم التغيير وتفرق حقوق ضحايا الثورة بين الحكومات المتعاقبة منذ الإطاحة بنظام مبارك يعني الراجل قعد 30 سنة بيحكم حصل في عدد انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات لحقوق المواطنين وتم إسقاطه وفي محكمة قالت أنه وحرار هل بقى احنا النهاردة كشاف شاركة في الثورة راضيين عن أن مبارك يتم تبرئته من تهم القتل المتظاهرين تمام؟ أو هل سؤال بعد الوقت بعد 6 سنين هل مبارك لم يقتل المتظاهرين أو لو مبارك لم يقتل المتظاهرين من قتل المتظاهرين كانت محكمة جنيات القاهرة قد عقبت مبارك في يونيو حزيران عام 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بقتل 239 متظاهرة لكن محكمة النقد ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى قضت في نوفمبر 22 عام 2014 بعدم جواد لنظر الدعوة الجنائية ضد مبارك لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقد التي قبلت الطعن في مايو آيار الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة ليزدل سطار على هذه الجولة القضائية ببراءة مبارك وأبرز رموض نظامه من تهم قتل المتظاهرين بشكل نهائي بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك للمرة الثالثة والأخيرة في قضية قتل المتظاهرين إبنى ثورة الخامس والعشرين من يناير سيكون حكم محكمة النقد قاطعا وباتا وواجبا نفاذي بعد ست سنوات من تدول القضية في أرواقة المحاكمة المصرية مسلم قنديل الحرة القاهرة موسيقى 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 موسيقى